أعلن مدير بلدية سامر عمر هاشم عطي أعداد خطة خدمية جديدة لرفع النفايات والمخلفات الصلبة من المدينة وقال أن الخطة تغطي جميع أحياء المدينة لرفع النفايات والمخلفات من الوحدات السكانية والتجارية والصناعية والدوائر الحكومية والمقرات الأمنية أضاف أن العمل تم تقسيمه إلى أكثر من 46 منطقة موزعة على أحياء غربية وشرقية من ضمنها ناحية الثرثار موضحا أن عددا من الأحياء كانت تخدم بواسطة متعاهدين بسبب قلة الآليات في البلدية